يرجح أن تكون فجوة كبيرة في الأرض تعرف بالخسفة في عمق الصحراء جنوب مدينة الموصل بشمال العراق تتكدس فيها جثث قتل أعدمهم الجهاديون أكبر مقبرة جماعية تروي مأساة مروعة لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية هذه الحفرة الخفشة في محافظة نينوى حمام العليل قرية العذبة هذه الحفرة العمر مالها من مئات السنين العمق مالها 65 متر بداخلها موي كبريت استخدموها الدواعج خلال هذه الثلاث سنوات ذبوا بها من 7000 إلى 8000 شخص من أهالي الموصل ومن أهالي بغداد اللي بقوا بداخل الموصل ومن الشبك ومن الأكراد ومن اليزيدية ويصف السكان هذا الموقع بالخسفة وهو منخفض كبير ناجم عن إحدى الظواهر الطبيعية ويعتقد الناس أنه جراء سقوط نيزك في المكان وقال السكان إن التنظيم المتطرف حول الخسفة إلى موقع للموت بعد سيطرته على الموصل في حزيران يونيو عام 2014 واستخدمه لتنفيذ الإعدامات ومقبرة جماعية لإلقاء جثث الضحايا فجوا علي هنا البيت أطلع بره خلوا الشيس براسي وشدوا إيدي بس بدون بسيارة مضلة يا بس شنه ذنبي آني قالوا أنت اترقي رقية شرعية ما يجوز لأنك عوام ولا تتوفر إحصاءات دقيقة حتى الآن عن عدد الضحايا الذين قضوا داخل الخسفة وتسعى منظمة هيومن رايتس واتش للقاء مسؤولين في الحكومة العراقية التي لديها فريق وزاري مختص بالمقابر الجماعية للقيام بعملية واسعة للبحث في الخسفة